طيب أنا كان عايز أكمل معاكم في الآله ولكن خليني أقول لحضراتكم أنه فيه بيان لاتحاد كرة القدم نزل عقد مجلس قدرة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة الأستاذ جمال علام اجتماعا تم خلاله مناقشة العديد من البنود والملفات على رأسها شكل موسابقة دوري القسمين الثاني والثالث واتخذ المجلس عدة قرارات جاءت كالتالي ناقش المجلس المذكرة المقدمة من الشؤون القانونية للاتحاد بخصوص اجتماع بعض ممثلي أندية القسمين الثاني والثالث وأفادت مذكرة الشؤون القانونية وده لأنا كنت بس عالو يعني الحقيقة أو نفس اسم أفهمه بس تمام وأفادت مذكرة الشؤون القانونية بعدم صحة انعقاد الجمعية العمومية غير العادية وسوف يتم اختار الجهة الإدارية بذات التقرير وافق المجلس على إسناد تسويق ورعاية وبث مباريات القسم الثاني إلى الشركة المتحدة للتسويق الرياضي على أن يتم تقسيم العائد مناصفة بين المجموعة الأولى عشرين نادي والمجموعات الثلاثة الباقية ستة وخمسين نادي اعتماد تصور لجنة المسابقات بخصوص القسم الثاني تبقى لشروط المسابقة الصادرة في بداية الموسم إضافة شرط رعاية نادي شعبي لمدة ثلاث سنوات على الأقل لقبول أي نادي جديد تابع لشركة في الاتحاد المصري لكرة القدم تحصيل واحد في المية من رسوم القيد من أندية الشركات لدعم الأندية الشعبية تحديد يوم 24 أغسطس الجاري موعدا لعقد اجتماع لاختيار الأجهزة الفنية لمنتخبات مواليد 2005 و2007 و2009 أسمع رأيكم الباقية خلص؟ أه خلص ده باقية كاريسة ده باقية مغجل يعني ياريتهم هطلعوه أن أرضا كابتن إسلام مصر كلها صحيط على أخبار مصربة من داخل الاتحاد الكرة كلها أخبار متؤكد أن احنا ماشيين خارج السياق لعالم كله حتى دول العالم الرابع اتحاد الكرة أولا عندنا كابتن إسلام عشان نوضح للناس بيدلع المسابقات يعني ايه بيدلع المسابقات العالم كله في حاجة اسمها دور الممتاز ودور القسم الثاني اللي هو الدرجة التانية حالك عارفه كويس طبعا والدرجة التالتة والدرجة الرابع احنا عندنا مسميات غريبة جدا تحت هذه الكرة ابتدحة في الفترة الأخيرة أنه الدرجة التانية خليها القسم الثاني ألف والدرجة التالتة خليها قسم الثاني به تعرفش إزاي يعني رغم أن في أن ديها هبطت بالفعل للقسم الثالث فقال لهم لا يا جميع أنتوا هبطوا بس احنا هندلعكم وهنقول أن الإسم بتاعكم قسم الثاني به والنهاردة الاتحادة ما بيطلع حزر بيان ما بيردش على اللي حصل النهاردة لأن الغليانة اللي في الشارع على كابتن إسلام حصل على نقطة واحدة ملاش تاني اللي هي ايه تحاد الكرة والأستاذ عامر حسين تحديدا قال أنه عشرين نادي في دور المحترفين اللي هو قسم الثاني ألف أنا أود نلف حون الدارة دي كتير المسميات دي العشرين نادي دول هيصعد منهم نين ناديين للدور الممتاز صحيح المفروض يصعده كم ثلاثة والثالث هيصعد من القسم الثالث اللي هما سموه مجازا القسم الثاني به فأنت أمام اختراع جديد لم يحدث لا يعني هيخد الثالث من القسم الآلف يلعبوا مع أوائل القسم لا ده ده البدعة التانية نعم لا لسه في البدعة الأولى هايخد الثالث للممتاز ده من القسم الثالث مباشرة مباشرة فده بيحصل لأول مرة في التاريخ لأول مرة في التاريخ أن نادي من القسم الثالث يصعد للدور الممتاز بس هما قالوا هنا في البيان خلاص ما نقول لها حرارة اه انت بتقول لي واحدة بتسر لما حصل غليان في الشارع قال خلاص هنخلي الثالث من القسم الآلف يصفي مع التوالق مع الأوائل بتوالق قسم الثالث عشان يصعد دور ممتاز المهم في النهاية أن أنت أمام تجربة فريدة من نوح أن في نادي من القسم الثالث ممكن يصعد مباشرة إلى الدور الممتاز لكن أنت تتصور أنه طالب في الإعدادية هيروحوا الكلية بدون مرور على السنوات العامة هاي زي بلزبط مش اختلاف طب هل ده بيحصل في أي دولة في العالم؟ لا انتحاد الكرة المشواضح في القراراته وأنا شايف أن انتحاد الكرة كان أمام اختبار للتاريخ والحمد لله أنه رصب فيه بامتياز النهاردة أنه لا عارف يرد على الأندية الغضبة ولا عارف يسوى الدوري بالشكل المنتظر ولا عارف يشرح شكل المسابقة ولا عارف يقنع الأندية بشكل المسابقة ولا وقف ببعود المالية اللي أطح على نفسه كابتن إسلام قبل بداية الموسم الحالي لما قال أنه يدعم الأندية الشعبية بالملايين من أجل خوض دور المحترفين بس في هنا ثلاث نقاط للأندية الشعبية ده هو السؤال بس هو لما قال إحنا هنرجع لللاحة أو المسلم ده معناها اللي هي الموضوع الثاني بقى اللي هي هياخد ثالث الألف يلعب مع أوائل به الثلاث أوائل بتوع به عشان يطلع واحد منهم للدوري يعني النظام اللي كان معتمد من أول سنة هم تتخذ المفاجأة؟ مكتش فيه نظام أصل للدوري المحترفين في أول السنة هم قالوا نظام الصعود لدوري المحترفين لكن ما قالوش شك لدوري المحترفين النظام اللي عملوه من فترة من شهرين تقريبا كان النظام اللي يقول أحراك عليه ده النهد ده حصل ابتكار جديد من الاتحاد خلينا ننقل ألفاظ بتاعتنا ابتكار جديد من الاتحاد وعمل القرار الغريب ده بتاعة الثالث يصفي مع التحت من قسم التحت نهايته يا كابتان إسلام عشان الناس تفهم تفهم الناس تعت مننا النهاردة كلنا تهيين قسم التالت يا كابتان أحد أنديت القسم التالت ربما يصعد يصعد دور الممتعس صحيح طب هل ده بيحصل؟ ما بيحصلش لا غير كده